اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم وفرنسية سنة الثالثة ابتدائي نكونتينيو اذا نستعنيت مع صفحة رقم ستة سبون قد يبدو لبداية الصفحة انا لغ اس اكزارسي اذا عندنا قراءة تمرون ستفاصي هذه المرة انا سيماجيسكيل سيمينيسكيل اذا في هذه المرة عندنا سي كبيرة ثم سي صغيرة تماما كما عندنا في كلمات لوكوك كلمة لوكوك التي تعني الديك اذا كما نرى كلمة لوكوك تتضمن حرف سي اذا كلمة لوكوك التي تعني الديك انها تكتبوا بهذا الشكل الولاي الفقرة الاولى جو رتوف اجلي الفحاز دي تاكست دي تاكست دي تاكست للمرة الموالية عندنا فئه عندنا فئه واجهة للمرة الموالية إذن جا رتوف أنا أجيد للمرتانيين إجولي لفراز و أنا أقرأ الجملة دي تكسد دي لفراز 75 إذن أقرأ الجملة كمس لصفحة رقم خمسو سبين Alors, كم نرى إذن كم نرى أم نترو فراز إذن عندنا تلاتة جملة الله нужно انهاء خلال كل جملة من بين اليومواتيه ، إن أم سلم يلانس صفحة رقم خمسو سبين إذن، كم نرى رتوف إذا أم نترو فراز إذن أما قد تلاتات إذا أم نترو فلع 9دى شملة فراز إذاً قناتها الخليفة تم تلاتة جملة إذن،וט کا أم نترو فراز إذن جملة الكتب إذا الأفراز A إيل فابو لازوازو شانت إيل فابو لازوازو شانت طبعا الحال من حيث الترجمة إيل فابو هو يجعله جميلا هو يفعله جميلا لأنه عندنا لذلك فاغ لكن هات الساعة بالضبط بد الشكل في اللغة الفرنسية أنتعمي بأن الجو جميل إذا نقول إيل بله يعني أنه يمطر إيل فابو يعني أن الجو جميل إيل فاشو يعني أن الجو حار إيل فاشو يعني أن الجو حار يعني أن الجو ساخين إذا دائما هات السياة بهذا الشكل أنها تعود على الجو كما لو نقول بأن هات إيل تعوده على الجو إذا إيل فابو لازوازو شانت ألو نعبخنا لتاكست دولا بار سواسونت كاز إذا نأخذ نس الصفحة رقم خمسة وسبعين إيل فابو إيل فابو يعني أن الجو جميل إيل سوري دانس ألو فأراتو ترقص لغير دانسي يعني وفعل رقصة شانت رنة دانسي يعني رقصة شانت رنة إذا نفابو سوري دانسي فهي بو يسيره دانس نعود blue text كم 3 أر MT ونقرأ أنه تشعر في الدفع هل هذا الناس يتدام من هذه الجملة أم لا؟ إذن كما نرى عندنا سي ميدي في الفيبو لزوازو الشانت لكورس كومنس والسينال دو لشات لاتورتسوت يكور الو لابا لوي رست دانزان كور عرغرده لسبكتاكل دي شا كي شاس لسوري إذن هذه الجملة غير موجودة عندنا في هذا الناس إذن هذا التاكست نكمن با ست فراز إذن هذا الناس لا يحتوي هذه الجملة وبطبيعة الحال كما نرى السؤال جي رتوز جيلي لفراز دو تاكست دو لابااج سوصنة كنز إذن أنا أجدو وأقرأ الجملة المنتانية لهذا الناس إذن طبيعة الحال هذه الجملة التانية غير موجودة في الناس وبالتالي لم أقرأها نباسو على ثلاثين فراز نمر إلى الجملة التالية سنبخون الأفراز سي الفيبو تماما كالجمل السابقة الفيبو نفس البداية كما في الجمل السابقة ولكن هذه المرة عندنا للا با سوت للا با سوت نحن نقرأ للا با سوت نقرأ نحن نصفحة رقم خمسسس بيين للمرة التالية سوف نرى هل هذا النس يتدمن هذه الجملة؟ ام لا سوف نرى هل هذا النس يتدمن هذه الجملة؟ ام لا Alors voilà le texte سوف نهر سوف نهر سوف نهر سوف نهر سوف نهر لأنها تحترق صوت أكور. لدينا لطورة صوت أكور. لدينا الصلاحات التي تقفز والتي تجري. ثم نكمل. للابه يقوم بلسهر في مكان في مكان المشاهد في الناس. إذن بالحال الأرنب بقي واقفا ينظر فالنص لا توجد عبارة الأرانب تقفز للا باسوت إذن لا توجد هذه العبارة هنا وبالتالي هذه الجملة لم نقرأها حسب المطلوب وفي النهاية عندنا جملة واحدة صحيحة سلاف خاز A الفيبو لزوازو الشانت إذن الجو جميل الطيور تغني عبارة الفيبو لسويدانس الفقرات ترقص هذه الجملة خاطئة أصبت لفخاز C بعد هذه الجملة الس الفيبو للا باسوت يعني أن الجو جميل الأرانب تقفز إذن عد العبارة أيضا خاطئة إذن تبقى الجملة A هي الجملة الصحيحة نباسو الدوزين بارغغاف نمر إلى الفقرة التانية جليليمو أنا أقرأ الكلمات إذن أول كلمة عندنا ثم عندنا ثم عندنا إذن عندنا زاوية أو ركن الركن ديال البيت الجانب دياله يعني ديك زاوية تسمى وممكن أي جانب من مكان ما يسمى ثم يعني مشهد مشهد من المشاهد ثم إذن عندنا سباق أو جري طب الآن عندنا علاقة فيه الكوهير يعني فيه الجرى مثلا نقول شان دو كورس ميدان سباق ميدان سباق يسمى شان دو كورس إذن كأننا نقول حقلو السباق ولكن المقصود به ميدان سباق إذن مثلا ميدان سباق الخيل إذن شان دو كورس طب الآن ما أدقي تتنتقى الآن إذن شان دو كورس إن كورس يعني سباق سو كاشي سو كاشي سو كاشي يعني يختبئ تنتقى الممتنة على كاميرا كاشي يعني كاميرا خفية أو مخفية إذن سو كاشي المقصود بها يتخفى سو كاشي المقصود بها يتخفى يعني أنه يخفي نفسه أما لو ذاعب كاشي هذا المقصود به أخفى شيئا سو كاشي أخفى نفسه كاشي أنك تخفي شيئا آخر أنك تخفي شيئا آخر أو تخفي شخصا آخر ودائما نفس المبدأ دائما نفس طريقة مع كل أفعال التي تسبقها تسوه المقصود بها أن هذا الفعل صادر من الشخص وإلى نفسه إذن هذا الشخص هو الذي أخفى أخفى ماذا؟ أخفى نفسه لا يخفي شيئا آخر أما إذا أخفى شيئا آخر فهنا نتكلم عن كاشي ولا نتكلم عن لغب سو كاشي إذا قلنا مثلا إيل سو كاشي نتكلم عن مجموعة أطفال مثلا نقول عنهم يعني الأطفال يختبئون يعني أنهم يخفون يخفون ماذا؟ أنفسهم إذن هنا نتكلم عن لغب سو كاشي ونفس الشيء إذا قلنا مثلا بطبع الحال تصرف مع الصرف إذا مع ذو تصبح هاتسو تصبح ذو مع نو تصبح هاتسو تصبح ما كان عنا طبعا الحال تتولي عندنا جوجل نو تتولي عندنا إثنان نو إثنان ذو لماذا؟ لأن هاتسو ستحول إلى نو مع نو وبالتالي سيصبح عندنا إثنان نو أما مع ذو نقول أما مع إل أما مع إل أما مع أس يعني هن أو أهل أما مع أس يعني هن إذا هاتسو ستعود إلى حالة الأول إذا ستصبح سو إذا نقول إل سو كاش أو بيان لاز أفن سو كاش أو بيان لفي سو كاش يعني أن البنات يختبئنا المقصود أننا يخفينا يخفينا ماذا عن فسهن إذا هنا نتكلم عن لذغى سو كاش أما إذا قلنا مثلا لاز أفن كاش ولما قل لاز أفن سو كاش إذا هنا نتكلم عن لذغى كاش وعلينا أن نقول ماذا أخفوا إذا علينا أن نذكر ماذا أخفوا مثلا لز عفن كاش ل words مثلا للأطفال يخفونا أقلعك إذا هذا الفرق الذي أخفونا مبدأين بين لورب اللي تكون مبدوه باتسوه اللي تسمى لورب وبين لورب اللي ما تكونش مبدوه باتسوه هنا عندنا سو كاشي إذا نفعل اختبأ ثم عندنا كومنسي 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 يعني بدأ نتاليان يل كومنس سون تحوالي هو يبدأ عمله نو بسوه أو تروزين الوطف جونة و جونة و جونة إذا عندنا لالاتر سي إذا عندنا حرف سي طب هات الحال هنا انا تكلم عن جونة جونة أو جونة طب هات الحال هنا ماشي السي إحنا عندنا ك لأن لالاتر السي تتعطي صوت ك كما سنرى مراب أسماء لسوار أتليا إذن، كما سنقرأ أولا، جنطن أو جنطن پا لسن ك سنو برنامي المراب أسماء، كسكو سي؟ كسكو سي؟ ستا، 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 كنار، ستا، كنار Alors, est-ce que le mot canard comprend? On ne comprend pas? لسن ك Bien sûr, le mot canard comprend لسن ك Si nous passons à la deuxième image فيديم رارنا إلا سورا تينيا كسكو سي؟ ستاود 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 Alors, en prononçant le mot coq, est-ce qu'on entend ou on n'entend pas le son que? Bien sûr, en prononçant le mot coq, on entend le son que. Si nous prenons la troisième image, إذا أخذنا سورا تيريدا, كسكو سي؟ كسكو سي؟ C'est un crayon, c'est un crayon, c'est un crayon. Alors, en prononçant le mot crayon, est-ce qu'on entend ou on n'entend pas le son que? Le son que? Bien sûr, avec le mot crayon, on entend le son que. Pour la quatrième image, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est une souris. C'est une souris. Alors, quand on prononce le mot souris, est-ce qu'on entend ou on n'entend pas le son que? Est-ce qu'on entend ou on n'entend pas le son que? Bien sûr, en prononçant le mot souris, on n'entend pas le son que. Donc, on n'entend pas le mot souris, on n'entend pas le son qu'on entend 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 التي تعطي هذا الصوت نحن هنا نتكلم عن الصوت لا نتكلم عن الكتابة إذن كما نرى في الأعلى جونطة رص أنا أسمع أو أنا لا أسمع الصوت نقصود هنا هل أنا أسمع أو أنا لا أسمع الصوت إذن طبع هذا الحال هذه الكتابة التي تعبر عن الصوت هي واحدة من مجموعة كتابات أخرى تعطي هذا الصوت أبعد الحال هنا نتكلم عن جونطة أو جونطنة أنا أسمع أو أنا لا أسمع إذن نتكلم عن نتكلم عن نتكلم عن نتكلم عن فعل سامعة والسامع يكون بالأذن هنا لا نتساءل هل أنا أرى مثلا أو شيء من القبيل أو أنا لا أرى هذه الكتابة لو كان الأمر متعلقا بالرؤية لا كان لزاما علينا تتبع الحرف لكن هنا الكلام عن السماع الكلام عن السماع إذن ممكن أننا نسمع كله سواء من صي أو من كتابات أخرى الأمر هنا يتعلق ب حرف صي الذي يعطيها صوت سنبخوننا سين كيام إيماج إذا أخذنا الصورة الخامسة كيس كوي صي كيس كوي صي كتابات أخرى Alors, quand on prononce le mot « camion », est-ce qu'on entend ou on n'entend pas le son « que » ? إذن بمتقنى كلمة « camion » هل نسمى أو لنسمى صوتك Bien sûr, en prononçant le mot « camion », on entend le son « que » Nous passons à la dernière image. Nous prenons la sixième image. Nous prenons la sixième image. Qu'est-ce que c'est ? C'est un lapin. C'est un lapin. C'est un lapin. Alors, quand on prononce le mot « lapin », est-ce qu'on entend ou on n'entend pas le son « que » ? Bien sûr, en prononçant le mot « lapin », on n'entend pas le son « que ». Nous passons au quatrième paragraphe. Je trouve la phrase qui va avec l'image. Je trouve la phrase qui va avec l'image. أنا أجدو. كما نرى هنا عندنا « je trouve ». وليس كما رأينا فيما سابق في الفقر الأولى « je retrouve ». هنا عندنا أنا أجدو. أما « je retrouve ». فهذا المقصود باب أنني وجدتو و سأجدو لمرة تالية. إذاً, je trouve يعني أنا أجدو. كما لو نقول للمرة الأولى. إذاً, je trouve la phrase qui va avec l'image. أنا أجدو الجملة التي تسير مع الصورة. المقصود التي توافق الصورة. إذاً, هنشوف الجملة التي تتماشى بمعن آخر مع الصورة. إذاً, المطلوبون يجدو الجملة التي توافق الصورة. إذاً, سنبقنا للمرة الأولى. هذا إيماج. كيف سيء؟ كيف سيء؟ إذاً كفر قرر 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 قرر. كفر قرر قرار قرار قرار. إذاً, سيرتو. من من بين هد الجملتين تأسير مع هذه الصورة؟ المقصود سنجد من من الجملتين توافق الصورة؟ إدم سنوخنا لفراز أ ونه واسي انكارتبل لفراز ب ونه واسي ان رأغل لفراز ب ونه واسي ان رأغل إدم لكل دي دو فراز إكوركت إدم مهي من بين الجملتين الصحيحة إدم عندنا واسي انكارتبل هذه محفظة ثم عندنا واسي ان رأغل ثم عندنا واسي ان رأغل هذه مسترة إدم لكل دي دو فراز إكوركت من من الجملتين صحيحة بيانسور لفراز كوركت سي لفراز أ إدم الجملت JENNlin صحيحة ومل جل جمل أ واسي انكارتابل سي قرمنا لفراز إدى أشlled نسور أتنير كيس كريسة؟ که سي؟ بِعَثِرُ واسي إدممكن أن تقول تأنني شورنا هل سنقول 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 هل س سوف نقول Voici un coq وبالتالي فراثة صحيحة هي صحيحة وبالتالي فإن الجملة الصحيحة هي الجملة الصي نكتب بالقدر حيكم الله وإلى اللقاء القادم بإذن الله